تكري هم ايه هم يعني خايفين ان هي دي كمان تسيطر فبيلحقوا من بدري لا هي الفكرة ان هي ادتهم الفرصة ان هم يسيطروا مش هقول بدعفها بس بسكتها بنصيعها للأوامر بانها طول الوقت موافقة هي شايفة برضو هي مسكينة صغيرة وشايفة ان هي كده بتطيع جوزها وان هي بتحبوه فعايزة ترضيه وعايزة بقى مبسوط منها فبتحاول الدنيا انها تمشي كويس يعني لكن الموضوع ما بنمشيش كده هي 17 سنة يعني قانون ما ينفعش تجاوز ها اعتقد كده اه سهى بيتالي 18 لانها نزلت قاس اه يعني 18 بيتالي بعد الوقت احنا بقنا نتكلم في ال 21 حتى لو في الارياف بيتالي وفي ال 30 لو احنا بنتكلم في قاهرة او 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 فدلوعة تير انا جيت اقولك برضو هو حركة الدهب دي عيب ممكن الناس تفهمها غلط يبتتعامل كتير قوي ابوها يجيب لي هداية اه لا ما فيش مشكلة بس هما بيعتبروا انه دات علي عليهم دي سيكولوجية بقى الناس اللي موجودة في الارياف او موجودة بعايزة تسيطر على ولادها بيشوفوا انه انت كده بقى بتعلي علينا ما يفعش ابو يجيب لي بنته هداية لا يعني لازم ابني اللي يلبسها لها وده منطق غريب جدا بابا هو اللي جيبها لها ليه جوزها يلبسها لها اه فالناس تفتكر ان هو يعني وما يقلل شمال انه مفروض لو اي حد بيصق في نفسه مش هيفرق معاه انه ابو مراته جاب لها دي ولي بيسهله بس هم شايفين انه ده عيبه في حقهم هم اللي عملوا العرف ده وهم اللي بيمشوا بيه اختلاف الثقافات كان باين انه هم مفروض فلوس النقطة دي الحمى اللي تقول عمل بيها ايه لا ما فيش المفروض كل بيت بيبقى ماشي بنظامه لا يعني قصدي فيه في مكان مثلا او في عرف او في اصول انه حماتي تقول يعمل ايه بالنقطة بتاعتي اه طبعا طبعا ليه تدخل والسيطرة ده بجد بتقول هنأكل بيها ايه هجيب بيها ايه هجي اللبس ايه زي ما في حمى بتبقى عايزة مرات ابنها تساهم في مصروف البيت ايه هتحط في مصروف البيت مصروف بيت مين مصروف البيت بتاعهم بتاع مين بتاع البيت اللي هي عيشة فيه بتاع الحمى ولا لو هي بتشتغل زوجي عاملة تحط في مصروف لا 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 ده الفاكرة ايه بتقول يعني معلش ان الابن هناخد منه هي كمان عايزة اخد من البنت ده بيحصل طول الوقت من مرات ابنها فزي ما بيقيلها نقطة هي عايزة نقطة ابنها اللي ياخدها معقولة اه هي شايفة كده هم بيبقوا شايفين كده هي الثقافات دي بتبقى شايفة انه ده من حقه هو لازم اللي يتصرف والحاجة دي مش بنتكلم فيها قبل الجواز ولا احنا بنتفاجئ كلنا الناس البسيطة اللي بتتجوز او في الارياف في الثقافات دي ما بيحددوش اي حاجة قبل الجواز ده بيبقى عرف متعرف عليما بينهم وهم بعد الجواز ده بيحصل ولله لكن ما فيش حد بعد الجواز نجرب واضح انهم مختلفين فعلا عن بعض تماما اه لا هي البنت واضح انها من نفس الثقافة بس هي تتفاجئت اتخضت من اللي بيحصل مش عارفة محدش نصحها اللي اسمها ما تسمى بالسلفة اللي هي مرات الاخ عارفة سيستم نفسها بتنزل بهميكا بتاعت بتتصرف برحيتها ما حدش بيقول لها حي واضح ان هي على فكرة بتنقضها لانه يعني هي عايزها تتكلم بتقولها انتي كل حاجة تسمعي الكلام ان هي متضايقة من ان هي منصاعة قوي لأوامر الحمد يعني